كشف مصدر مطلع من اتلاف دولة القانون أن النجفة دعت قوى الإطار التنسيقي إلى اجتماع يدم قادة كتله السياسية مع التيار الصدري مشيرا إلى أن الاجتماع على الأغلب سيكون في مكتب المرجع الديني على السيستاني مع نجله محمد رضا السيستاني وأضاف أنه من الممكن أن يخرج المجتمعون بتوافق واحد حتى وإن كان البقاء على ما هو عليه في كتلتين منفصلتين لكن سيكون هناك اتفاق على ثوابت محددة بالإضافة إلى حسم قضية رئاسة الوزراء وأوضح المصدر أنه من المرجح الاتفاق على منصب رئاسة مجلس الوزراء وأن هناك عددا من أسماء الشخصيات المطروحة لشغل المنصب وهم نوري المالكي وأسعد العيداني ومحمد شياع السوداني وعدنان الزرفي وأيضا حسن الكعبي وجعفر الصدر ونصر الربيع إلى جانب مصطفى الكاظم ترجمة نانسي قنقر